السلام عليكم ورحمة الله جولة جديدة في صحافة الخرطومة صادرة هذا الصباح عبر برنامج بيلبونت العريض سياسيا واقتصاديا ورياضيا اهلا بكم والبداية دائما من العنوين من السوداني الفريق اول البرهان يصل نيويورك والامم المتحدة مخاوف من قدرة السودان على تلبية احتياجاتها من القمح مستشار البرهان ان الاوال لتأسيس واقع جديد لا افراط فيه ولا تفريد ولقاء مرتقب بين الشيوعي والحرية والتغيير ترتيبات احترازية لمواجهة جدري القروض ورياضيا انطلاقة الممتاز في الثاني من اكتوبر وهلال الساحل ينتظم في معسكر مقفول بالفرطون الفقرة تحليلية بعد الفاصل اهلا بكم سادتي وبالتأكيد نرحب بضيف هذه الحلقة الاستاذ بخاري بشير صحف والمحلل السياسي اهلا بكم مرحبا بك سارة ومرحبا بالمشاهد الكريم اهلا بكم ونبدأ الفريق اول البرهان يصل نيويورك وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الى نيويورك على رأس وفد السودان المشارك في اعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة وهذه هي المشاركة الاولى للبرهان في اعمال الجمعية العامة منذ الاطاحة بنظام المخلوع عمر البشير من صدة الحكم بثورة شعبية في ابريل تسعة عشر والفين وسبق ان شارك رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك في قمة الامم المتحدة في تسعة عشر والفين وتجيء مشاركة البرهان وسط حراك قانوني واسع انتظم الناشطين في الولايات المتحدة بشأن امكانية تطبيق القوانين الامريكية ضده وتنظيم احتجاجات ضد مشاركته يذكر ان رئيس مجلس السيادة قد شارك مؤخرا في تشريع الملكة اليذا بيث ملكة بريطانيا اذا استاذي الفاضل نتحدث اليوم عن زيارة البرهان التي تضج بها الاسافير وواحدة من اهم الخطوات ولكن مبدئيا هل تعتقد ان المجتمع الدولي قد تقبل البرهان وحكومته بالتأكيد ان مشاركة رئيس مجلس السيادة الفارغة والعبد الفتاح البرهان في قمة الامم المتحدة هو اجرائيا الحدث روتيني يعني يحضر دائما رئيس الدولة وزير الخارجية في هذا المحفل الاممي ولكن بالقطع مشاركة البرهان بعد ما جرى في السودان يعني من عدم استقرار سياسي وحالات الشد والجذب والاستقطاب الذي تم في الساحة لسنة لطيلة سنوات الفترة الانتقالية بالتأكيد له مؤشرات عميقة وأول هذه المؤشرات ان السودان استطاع بهذه المشاركة والتي سبقتها ببريطانيا انه يكسر العزلة الدولية التي وصف بها في الفترة السابقة والتي استطاع بعد غيام الثورة رئيس الوزراء السابقة دكتور عبدالله حمدوق انه يدمج السودان في المجتمع الدولي من جديد ويعني لم تستمر الامور فترة طويلة حتى عادت العزلة من جديد ما بعد اجراءات 25 اكتوبر العام الماضي الآن المشاركات التي يقوم بها الفريق البرهان اول مؤشر لها انه العزلة الدبلوماسية لا نقول العزلة الاقتصادية وعزلة التعاون في المجالات المختلفة ولكن بداية العزلة الدبلوماسية استطاعت الحكومة الموجودة الآن انها تكسر هذه العزلة ليس بالمشاركة وحدها ولكن هناك كانت خطوات سابقة بمثلا تسمية تسمية الولايات المتحدة الامريكية سفير لها في الخرطوم صحيح غرابة السبع وعشرين عام هذا يعني انه هناك مستجدات جديدة على الساحة السياسية وهناك متغير رئيسي لدى المجتمع الدولي في التعامل مع السودان حتى ولو كان هذا التعامل في الإطار الدبلوماسي ومستوى اللقاءات المختلفة بالتأكيد ان مشاركة البرهان بهذا المحفل الأممي سيكون لديها أثر كبير لأنه سيلتغي بغادة الدول هناك ما يغرب المئة وخمسين رئيس هؤلاء الرؤساء تجمعهم لقاءات حامشية أثنان عقادة القمة وهناك أيضا لقاء معلن ما بين البرهان ولا من العام العموم المتحدة أنطونيو جوتريش ستتم خلال هذه الدورة أيضا كل هذه بالتأكيد تجعل المراقب للشأن السياسي السوداني إن المجتمع الدولي بدأ يتقبل فكرة وجود هذه الحكومة الآن بدأ يتقبل إذن ترتيبات هذه القطوة وما بعدها ما يخص مستقبل السودان والعلاقة نفسها والاستفادة من هذه الخطوة حتى يستفيد السودان بكل الطاقات القصوى طبعا المشاركة في حد ذاتها لا تكون نتيجة لما سيحدث وما ستقول إليه ولكن انطلاقها ولكن هذه تترتب على نجاح اللقاءات الهامشية اللي مفترض يجريها البرهان خلال هذه القمة هذه اللقاءات إذا ما استطاع الفريق أول البرهان إنه يطرح مشكلة السودان الراهنة الآن بشكل جيد أمام الرؤساء وأمام الأمين العام للمتحدة بالتأكيد ستكون هناك انفراجات يعني على المستوى التعاون الاقتصادي على مستوى الدعومات من الصناديق الدولية كيف يكون الخطاب مقنع هذا ما تسفر عنه حقيبة البرهان وهو يذهب إلى نيويورك هناك معه وزير الخارجية وأيضا ستكون هناك أجندة لهذه الزيارة كل ما كان الخطاب السوداني مقنع للمجتمع الدولي من أن السودان يعاني حالة من التراجع الاقتصادي المخيف من أن إنسان السودان الآن يعيش أسوأ حالات الاقتصاد بتراكم الأزمات شبح المجاعة الذي يلوح في منطقة القرن الأفريغي تداعيات الحرب الروسية وأسر على الأمن الغذائي في المنطقة وبذات منطقة إفريغية كل هذه الأسباب إذا ما طرحت في قالب مقنع للمجتمع الدولي أنا في تقديري ستأتي هذه الزيارة بنتائج إيجابية طيب ما يخص الشأن الاقتصادي ولكن ما يخص الشأن السياسي الداخلي في السودان بكل متناقضات وما يحدث الآن في الساحة السياسية هل سيؤثر؟ بالتأكيد أن الشأن السياسي له مسار مختلف بخلاف المسار الدبلوماسي وبخلاف مسار المعونات الدولية والدعومات التي تأتي من الصناديق الدولية الآن الزيارة أنا في تقديري أنه بالأساس تخاطب الشأن الدبلوماسي وشأن الموقف من الصناديق الدولية وشأن موقف الدول القربية التي أوقفت دعوماتها المختلفة للسودان بمجرد إعلان إجراءات 25 أكتوبر 2021 الزيارة ستخاطف هذا الملف على وجه التحديد أما الملف السياسي هو الذي مسار مختلف هي مسارات المبادرات المختلفة التي تجري في السودان والتي يعتبر المجتمع الدولي طرف أصيل فيها هناك مبادرة الأمم المتحدة بيئسة اليونيتامس وهناك مبادرة العالية الرباعية التي من ضمنها سفارات عربية وسفارات دول غربية هي دول كبيرة هي الولايات المتحدة نفسها وبريطانيا هذا مسار مختلف فيه أجندات مختلفة وفيه طرف مختلف وربما استطاعت هذه المبادرات المستركة إذا ما استطاع السودانيون جمع هذه المبادرات في المشتركات المختلفة ممكن أن نقول أنه سوف يحدث اختراق في المجال السياسي أما الزيارة الآن الخاصة بالمشاركة في جميع العاملين المتحدة رغم 77 في نيويور هي ستخاطب شأن آخر شأن الدولوماسية شأن موقف الصناديق الدولية شأن موقف الدول من دعم السودان بعد إجراءات 25 أكتوبر بالمقابل لكن يعني الناشطين تحدثوا عن قرارات قانونية تخص الشأن القانوني ضده ويبدو أن هناك رفض قاطع لهذه الزيارة ولما بعدها أيضا بالتأكيد أنه للناشطين دائما مواقف إذا مثل هذه الزيارات هم يعتبرون أن السلطة القائمة في السودانية سلطة انقلابية وبالتأكيد سيكون لهم رد فعل خلال هذه الزيارة لأنه هي مشاركة للذي يمثل رأس الانقلاب بحسب فهمهم للمحفل دولي ينبغي أن لا يكون متواجد فيه لذلك جاء هذا رد الفعل بأنه سيقوم بوقفات احتجاجية ضده سيقوم بإجراءات قانونية وخلافه لكن أنا في رأيي هذه المسألة لن تعدو غير أن تكون ضجة على الأسافير أو ضجة إعلامية ولكن على الصعيد الواقع لن يكون لها مردود حقيقة على الصعيد الداخلي أيضا هناك أيضا اعتراضات على هذه الزيارة ليس هناك اعتراضات كبيرة على الصعيد الداخلي أغلب المكونات المجتمعية السودانية تنظر إلى الزيارة باعتبارها هي واحدة من الفرص الجديدة للسودان في أنه يعيد عدد من المشروعات تم وقفها في الفترة الماضية وطبعا أي مواطن يعني ينظر الآن للسودان بالواقف الماثل هو يعني يكون مسرور وسعيد لمثل هذه الزيارات ومثل هذه الاختراقات هناك بعض المواقف السياسية التي لا تختلف كثيرا مع موقف الناشطين الذي أعلنوا بأوجالي الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية هذه المواقف الرافضة لمثل هذه الزيارات أيضا لن يكون لها أثر كبير إنما غالب المؤسسات السياسية والكيانات المختلفة حتى الأحزاب هناك أحزاب يرحبت بهذه الزيارة وهذه المشاركة لما ستقول إليه مستقبلا في علاقة السودان مع المجتمع الدولي نعم أتحول إلى خبر آخر الأمم المتحدة مخاوف مقدرة السودان على طلبية احتياجاتها من القمح أبدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أتابع للأمم المتحدة مخاوف جدية من عدم قدرة السودان على طلبية احتياجاته من القمح في ظل ارتفاع أسعاره محليا ودوليا استورد السودان في النصف الأول من 20-20 قمح ودقيق بقيمة 493 مليون دولار وهي ذات الفترة التي بلغ فيها عجز ميزانه التجاري 1.4 مليار دولار مما يحد من قدرته على شراء المزيد من القمح وقالوا في تقرير عن الوضع الإنساني أن اعتماد السودان الكبير على واردته من القمح من روسيا وأوكرانيا ويرتفاع أسعاره عالميا وانخفاض احتياطاته من العملات الصعبة وقيمة العملة الوطنية يثير مخاوف جدية بشأن قدرة البلاد لتلبية احتياجاتها من القمح وأشاروا إلى أن أسعار القمح الذي يستهلك بشكل رئيسي في المناطق الحضرية ومعظمها مستورد ارتفعت حيث وصلت في العاصمة الخرطوم خلال يوليو الفايت ضعف مستوياتها قبل عام أعتقد أن هذا التقرير مخيف لحد كبير جدا وله ما بعده من احتياطات ومآلات وزيادات على مستوى الأسواق نعم بالتأكيد أن الرؤية الشاملة لموقف الدول الأفريقية في منطقة الغرن الأفريقي إن جميع هذه الدول يتهددها شبح المنجاعة خلال هذا العام والسنوات القادمة بسبب النقص الكبير في مستويات الغزاء والسودان ليس استثناء من هذا الملف لأن السودان نفسه مر بظروف غاية في التعقيد أزهمت إلى الحد البعيد في أنه يفقد مخزونه الاستراتيجي ويفقد تعاملاته حتى مع الدول لأن ذلك يحتاج إلى أموال طائلة وفترة عدم الاستقرار السياسي التي مر بها السودان خلال السلس سنوات الماضية كان لها أثر عميق في المستوى الاقتصادي ومستوى تجهيز المواسم الزراعية المختلفة حتى يكون للسودان إنتاج محلي يغطي ما يربو على نصف القيمة المستهلكة من الحبوبة الغزائية الآن السودان ينتج جدا بحسب الإحصاءات لا تتجاوز سلسين بالبيئة من احتياجاته ويغطي السبعين في المئة الأخرى بأن طريق الاستراد وطبعا هذا الأمر ظهر بشكل واضح جدا في الزيادات التي طرعت على أسعار الخبز خلال السنة الماضية وإن غضعة الخبز الآن أصبحت قيمتها 50 جنيه سوداني وهو رغم كبير جدا وقابلة للزيادة هي قابلة للزيادة حسب هذه التكهنات الموجودة الآن في العالم أيضا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه النظرة بخلاف الأسباب المحلية هناك سبب دولي هو اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا طبعا معروف أن أوكرانيا هي أكبر منتج للقمح في العالم والسودان يستورد من أوكرانيا وحدها نسبة كبيرة من احتياجاته السنوية التأثير الحرب على إنتاج أوكرانيا بالتأكيد سيزيد من أسعار القمح عالميا وسيقل الإنتاج العالمي وفقا لذلك ستزيد الأسعار المردود الذي يأتي على السودان هو زيادة متوقعة في أسعار الخبز وهذا الحديث تحدث به كثير من الخبراء الاقتصاديين أن الفترة القادمة قد تشهد زيادات في مستوى القمح وتكون هناك زيادة في غيمة الخبز المقدم للمواطنة التقرير الذي جاء الآن من الأمم المتحدة وكأنما هي إشارات لمستقبل قادم إذن هناك أدوار لا بد القيام بها بشكل احتياطي حتى يستطيع السودان لا يدخل في هذه الدوامة من جديد لأن التقرير يقول أن الحضر أو العاصمة ستستهلك ضعف استهلاك الأطراف إذن هذه خطوة جيدة حتى نأخذ الاحتياطات اللازمة نعم هو دائما استهلاك القبز أو القمح بيكون في المدن الحضرية في العواصم المختلفة ويكون أعلى من الأرياف لأن الأرياف بتعتمد في خالطة الغزائية على حبوب أخرى بخلاف القمح السودان الوضع الآن الراهن الموجود في السودان بخلاف التعقيدات السياسية التي جرت خلال ما بعد الثورة وهناك الآن هذا العام الخريف والأمطار والسيول والفيضانات جعلت مساحات كبيرة جدا من الأراضي الزراعية خرجت عن الموسم وهذا أيضا له أثر سالب على مستوى الانتاج المطلوب الآن من الدولة ومن المراكز البحثية المختلفة ومن القطاعات الاقتصادية المهتمة بشأن الانتاج أن تنظر إلى هذه المسائل وتعالج مسألة العلاقة مع صناديق الدعم الدولي المختلفة إذا كان البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي والصناديق العربية المختلفة للغيام بتغيير خارطة الانتاج المتوقعة خلال الأعوام القادمة بالضرورة كما تفضلنا قبل قليل بالحديث عن زيارة البرهان للولايات المتحدة مشاركا في قمة الجمعية العامة للولايات المتحدة إذا ما أخذ هذا التقرير الذي صدر أيضا عن واحد من مكاتب الولايات المتحدة باعتباره دليل على الواقع الذي يسود في السودان أنا في تقديري ستأتي نتائج الزيارة إيجابية بمساعي دعم السودان يعني الأجندة التي ينبغي أن يطرحها البرهان ووفد المرافق في جميع العامة للولايات المتحدة إن السودان يواجه موجة عالية جدا من المجاعة المتوقعة نقص في الأغزية وهو ليس استثناء من منطقة واسعة هي منطقة الغرن الأفريغي لذلك ينبغي أن يطالد برفع القيود في التعامل مع السودان في مسائل الفنض الدولي أو الدعم الدولي المقدم حتى يستطيع السودان أنه يدخل من جديد في دائرة الإنتاج الآن الحكومة والدولة السودانية هي دولة مستهلكة من الدرجة الأولى وغير منتجة وبحسب التصنيف الدولي السودان يمتاز بأوسع الأراضي المنبسطة للزراعة وإذا ما قدمت له المساعدات اللازمة والتمويل اللازم يستطيع أن ينافس كبريات الدول التي تنتج الآن الحبوب الغزائية يعني لا تختلف سهول السودان من سهول أمريكا الشمالية وكندا ومن سهول أوكرانيا ومن سهول استراليا من الناحية الطبيعية ومن الناحية الطبوغرافية لذلك إذا وجد الدعم اللازم لتمويل مشاريع كبيرة أو حتى تأهيل المشاريع القائمة فقط يستطيع أن يغدم للعالم كل منتوج غزائي كبير يعتمد عليه ويستطيع هو كدولة أن يخرج من دائرة الاستيراد وأنه يكتفي ذاتيا من الحبوب الغزائية لكن أعتقد أن هذا الخيار هو طويل الأمد ويحتاج إلى مدة طويلة حتى ينفذ على أرض الواقع لكن الآن الإشارات وكل التقارير يقول أننا مقبلين على مرحلة قد يكون فيها إشكال حقيقي في توفير القمح وبتأكيد توفير القبض وما شابه من أشياء إذن على السبيل الداخلي لا بد أن تكون هناك احتياطات وخطط بديلة حتى لا ندخل في دواما لا نستطيع الخروج منها أو ننتظر تلك الحلول القادمة في زمن لا نعلم نعم بالتأكيد من المأمول أن تكون في حلول داخلية على المستوى المتوسط المدى وقصير المدى ولكن الحل الناجع مثل هذه القضايا هو أن تنظر إلى المشروعات القومية بخطة طويلة المدى تستطيع أن تخرج بها بشكل كامل من دائرة الاستهلاك وتكون شعب ودولة منتجة طبعا بالتأكيد أن القطاعات الزراعية والوزارات المختلفة المعنية بهذا الشأن سيكون لديها رؤية أولية للخروج من هذه الأزمة ولكن بالتأكيد الذي لا نشك فيه أنه ستتأثر الأسعار مستقبلا نتيجة للأزمات والتعريضات الأولئية نتوقع زيادة الخبز في الفترة القادمة والله كل المؤشرات تشير إلى ذلك ولكن نتمنى أن تستطيع الدولة أن تحدث اختراقات في هذا المجال وتزيد من الانتاج أو حتى تغطي تكاليف انتاج الحبوب من مجالات أخرى طبعا مجال الاقتصادي السوداني مجال واسع هناك جانب المعادن هناك جانب النفط هناك جوانب كثيرة بخلاف جانب الزراعة أيضا الزراعة نفسها تستطيع أن تدخل مساحات جديدة للزراعة وممكن عن طريق هذه الإجراءات أن تمنع زيادة الاسعار أو على الأقل تقلل إلى أقل الاحتمالات المعتاد أن زيادة في أي سلعة من السلعة الاستهلاكية المتداول على أيضا المواطن تكون هناك أيضا زيادة كبيرة في عدد من السلعة الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر يتضرر المواطن على كل المستويات المختلفة احتياطيا على سبيل الفرد وعلى سبيل الدولة لا بد أن تكون هناك خطأ نعم هو دائما الانهيار الاقتصادي يأتي وتتأثر به كل القطاعات أو كل الأطراف التضخم الذي جرى في السودان والتراجع الكبير الذي حدث للجنيه السوداني مقابلة مع العملات الأخرى هو كان له أسر سالب حتى على مستوى معيشة الفرد والآن المواطن السوداني بحسب التصنيف الدولي هو في مرحلة تصنف بأنها مرحلة الفقر أو ما دون مرحلة الفقر هذا بحسب الدخل الفرد خلال العام بالتأكيد أن هذا أثر على مختلف الصعود إذا حدث أي تراجع في قيمة الجنيه حدث تضخم بالتأكيد الزيادة سترجع أو ستعود لكافة السلع حتى السلع الضرورية وحتى الكمالية وغيره والآن الغطاع الاقتصادي في الدولة لم يقدم رؤية جيدة يستطيع من خلاله أنه يكبح جمع هذا التضخم ويعني يسهم بقدر قليل في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في المستلزمات اليومية الآن التكاليف للحياة أصبحت عالية جدا لدرجة أنه جعلت البلد نفسها طارضة وهناك العديد من الوسر السودانية خرجت جراء هذه التعقيدات الاقتصادية ومصر هذه بها ملايين السودانيين يقيمون فيها ومستويات المعيشة فيها تختلف عن مستويات المعيشة إذا كانت الحلول بالنصف للمواطن هي الخروج من البلد أو من الدولة لكن على سبيل المحلي هناك أيضا متوقعا تزداد نصف العالية في ظل ترد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل الشاكل المعيشية بالنصف للمواطن على ذات السياق هناك أيضا احترازات لا بد أن تقوم بها الدولة حتى تمنع هذا السخط حتى لا نصل إلى مرحلة حيث لا عودة منها نعم هو دائما السخط الاقتصادي أو ما يقال عليه في المصطلحات بأنه سورة الجيع هذا تصل المجتمعات في حالة الوصول إلى حالة العدم الكامل طبعا ليس في يد المواطن الآن يعني ليس الحل في أنه أنت تغادر البلد يعني لتعيش في دولة أخرى هذا الخيار فقط للمجسرين الذين يستطيعون القيام بواجبات السفر واستحقاغات المالية وخلافه وما يحتاجه أما غالب المواطنين لا يستطيعون أن يفعلوا هذا الأمر وبالتأكيد سيظلوا موجودين وسيظلوا يعانوا معاناة كبيرة لذلك على السلطة القائمة إنها تنظر لهذا الأمر بيعني عين فاحصة وأشياءنا الاقتصاد السوداني يحتاج لأن تقوم مراكز البحوث والدراسات بعمل بحوث دقيقة جدا لإخراج السودان من عمق الزجاجة في هذه المسألة على وجه التعديد وتقديم مطروحات اقتصادية مناسبة نعم خاصة إنه السودان يملك كل المقاومات فما الذي يجعل السودان يعيش في هذه الوضعية الغريبة هذا يحتاج إلى إجابة من خبراء الاقتصاد يحتاج إلى إجابة من الوزارات المعنية بالاقتصاد لماذا نحن نمتلك كل الموارد ونظل المصنفين بأننا الأسوأ والأفقر عالميا نعم نعم والآن خروج عدد كبير جدا من المزارعين من الموسم اعتبارا لكل ما حدث من كوارث طبيعية وليست هناك أي حلول ومعالجات لما يخص هذا الشأن على مستوى الأفراد وعلى مستوى الاقتصاد أيضا سيحدث ضرر واضح جدا بالتأكيد أن المساحات الكبيرة التي غمرتها مياه الفيضان وسيول الأمطار خرجت عن الموسم هذا العام وستكون لها تأثيرات سالبة في الفترة القادمة السودان الآن يستطيع من خلال المشروعات القائمة نفسه بقليل من التأهيل لهذه المشروعات يستطيع أن يخرج من هذه الأزمات ولكن دائما المشكلة في العغلية التي تفكر للسودان يعني مثلا مشروع الجزيرة هو أطخم مزرعة منبسطة على عشاء العالم لا يوجد لها مسيل في أي دولة ولكن هذا المشروع تعرض لانهيار وتدمير ممنهج خلال سنوات متطاولة ولم يأتي إلى الآن شخص ينوي تقديم أطروحة اقتصادية تصلح وتحسن من شأن مشروع الجزيرة يمتد التواصل بيننا وبينكم سادتي العزاء في هذه المساحة من البونت العريض ولكن فاصل قصير ومن بعد نعود من جديدها أهلا بكم من جديد من الانتباهة مستشار البرهان أنا الأوال لتأسيس واقع جديد لا إفراط فيه ولا تفريط قال العميد دكتور طاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن مشاركة البرهان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تطوي صفحة ماضية في علاقتنا مع الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص وأن ظلام الأمس سينقشع ولن يعطب على أبوابنا بإذن الله وأضاف أن فصل جديد سيبدأ قوامه الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتأسيس العلاقات الخارجية على معلومات صحيحة ودقيقة وليست مغلوطة كما كان بالأمس وأن المعلومات تكشف أننا وبقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام أكثر الناس حرصا على تحول المدني الحقيقي وأكثرهم حرصا على تلاحم أبناء الوطن الواحد وتحقيق علاقات خارجية تخدم تماسك الجبهة الداخلية بمنظوماتها السياسية والعسكرية بما يحقق التوافق الوطني وقال أنه آن الأوان لتأسيس واقع جديد لا إفراط فيه ولا تفريط واقع يعرف الغرب فيه حقيقة ما يحدث في السودان بكل شفافية ونعرف فيه كسودانين أنه لا بد من حد أدنى إن لم يكن حد أعلى للمكاشفة والصدق مع النفس تصريحات سيد مستشار البرهان يتحدث فيها عن حيثيات الزيارة واستراتيجيا مستقبل الزيارة بواقع التعامل مع الغرب ويتحدث أيضا عن الشفافية والمصداقية وطرح السودان وتعريف السودان كما ينبغي ماذا يعني؟ طبعا السيد المستشار أبو هاجة تحدث عن فرضية أن السودان الآن لديه فرصة في أنه يطرح ما يدور خلال الملفات السياسية للفترة الماضية ويطرح برؤية السلطة القائمة الآن ليس برؤية الأحزاب المعارضة الفترة الماضية كان المجتمع الدولي متلقيا لتقارير تصل إليه من أطراف عديدة في الملف السوداني ولكن الآن وضعت فرصة أمام البرهان أنه يطرح مباسرة قضايا السودان ولا يطرحها عنه ناقل آخر للمجتمع الدولي طبعا ما جرى على المستوى المحلي بأنه تغيير في السلطة بإجراءات 25 أكتوبر سبقوا أو عقبوا مباشرة إجراءات كبيرة جدا تمت من المجتمع الدولي تجاه السودان صنف السودان مباشرة بأنه أوقف التحول الديمقراطي هناك سيطرة على السلطة من العسكريين هذه الأمور جعلت المجتمع الدولي يوقف كل المعينات والمعونات المختلفة التي كانت تأتي إلى السودان في الفترة السابقة من أجل تحول المدني الديمقراطي نعم الآن الفرصة متاحة أمام البرهان أنه يطرح الأسباب الحقيقية لهذا التغيير ويحدد أولويات السودان للمرحلة القادمة ربما جرى تغيير على المستوى الدبلوماسي ومستوى تأسيس العلاقات مثل ما تفضل سيدة بوهاجة بطرحه الآن حديثة بوهاجة هو حديثة عن المستقبل المتوقع ما بعد زيارة البرهان للمشاركة في الجمعية العامة للمؤمن المتحدة ذكر أيضا أنه السيد القائد العام للمجلس السيادي أنه يتحدث عن أنه أحرص الناس على التحول المدني الديمقراطي يتحدث هذا الحديث في ظل كل الإشكالات الداخلية التي قاموا بها في 25 أكتوبر كل هذه التناقضات تتحدث عن حكس ما يتحدث به السيد المستشار نعم هو السيد المستشار يتحدث عن أنه الإجراءات التي تمت في 25 أكتوبر جات بعدها إجراءات 7 يوليو والإجراءات التي في 7 يوليو غضت بخروج الجيشة والمؤسسة العسكرية من العمل السياسي وهذا الحديث يؤكدوه دائما في تصريحات مختلفة وفي مواقف مختلفة وطبعا المدنيين أرادوا مباشرة أنه خروج المؤسسة أنه يجي يسلمون هذه السلطة ولكن السؤال القائم لمن تسلم السلطة؟ لأن المدنيين الآن في الساحة عدات كبيرة ومجموعات كبيرة وغوة تقيير مجلس مركزي لمن ما بعد 25 ولمقبل؟ لما بعد 7 يوليو غرارات خروج الجيش من المؤسسة هم يتحدثون أنه إذا أصلا هو صادق في هذا الحديث يسلمنا السلطة إذن يسلم لمنه هذه السلطة هناك تباين كبير جدا في الساحة بين المدنيين وهناك صراعات كبيرة جدا حديث البرهان كان واضح بأن هذه السلطة لن نسلم إلا لحكومة متوافقة عليه إذن طلب من المدنيين أنهم يقوموا بهذا التوافق خلق هذا التوافق جراء تفاعل عدد من المبادرات المطروحة الآن طبعا أي مبادرة الآن في الساحة إذا هي قالت أنا بمثل التوافق يكونوا كاذبين طبعا لأنه ما في مبادرة واحدة عليها يجمع حتى الآن فإذن المؤسسة العسكرية تعتبر نفسها إنها هي الآن كمثل الذي يمتلك أمانة ويريد أن يسلم هذه الأمانة لمستحقيها فإذن لا يمكن أنه أنت مؤتما على شيء إنك تتركه هكذا وتذهب يعني تقول أنا ما عندي به علاقات ولكن بأي حال من الأحوال بغض النظر عن المسمى والتعريف لما حدث في 25 أكتوبر قطع الطريق على كل المبادرات وعلى كل الاتجاهات من أجل التوافق الآن البداية كانت ما بعد 25 أكتوبر حتى تأتي حكومة أو يأتي مدنيين أو يأتي إجماع يجمع عليه الشعب السودان إن هذه هي الحكومة المرتقبة زايد أن هناك كانت هناك اتفاق على وثيقة دستورية تنوص على أن هناك مدة محددة يتم بعدها تسليم السلطة لمن يستحق كل هذه الأشياء زهبت الدراسة نعم كلها لم تحدث لأن الفترة الانتقالية مرت بتعقيدات كبيرة جدا يعني حتى الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الأولى فيها العديد من النواقص والمثالب وتحدث عنها عدد من السياسيين بأنها لم تمثل القبول الكبير ما بين المكونات المختلفة لكن كان التوافق عليها متاح وموجود نعم التوافق عليها في حدود حتى سيطرت مجموعة محددة على الفترة الانتقالية وممارسة سياسات قمئية كبيرة جدا خلال الفترة الماضية هو الذي أثر على كافة المجموعات السياسية الموجودة نعم طبعا لا يمكن أنك تذهب نظام ديكتاتوري وشمولي ومتسلط لتأتي بنظام ديكتاتوري وشمولي ومسلط يعني لا يمكن أكيد ستواجه بمزيد من الرفض بمزيد من المعارضة المطلوب ما بعد 25 أكتوبر إنه تشارك كل الأطراف توسيع قائدة المشاركة لا تكون محصورة في مجموعة محددة فيما قبل 25 أكتوبر طبعا الغرارات جاءت لهذا الهدف وهذا الهدف حتى الآن هناك بعض الكيانات والجهات لا زالت تمارس مسائل الإقصاء في العمل السياسي والسودان بالتحديد أو السودانين على وجهة التحديد إذا أرادوا التعافي السياسي لا بد من التسامح من درجة من التسامح السياسي ولا بد من درجة من المشتركات تجمع المنزل تسامح مع من؟ تسامح مع من؟ السياسيين فيما بينهم يجب أن يقبلوا كل طرف يقبل بالآخر يعني مبدأ غبول الآخر هو واحد من درجات الحرية يعني إذا أنت تؤمن بالحريات وتؤمن بالتحول الديموقراطي وتمنح أي زول يمارس حقه إذن لا بد أن تحترف بهذا الآخر الآن الساحة السياسية بها خلافات كبيرة وخلافات عميقة يعني مفضية إلى العداء وليس إلى التسامح طيب إذا استطعنا قراءة الواقع ابتداء من اجتماعات التفاوض الأولى التي تنص على الاتفاقات الأولى ما بعد السقوط وابتداء بالمرحلة المحددة إلى الآن هناك إشكالات كبيرة جدا لم يتم معالجتها خلال الفترة الزمنية الطويلة كل هذه الإشكالات بما فيها كيان الشارع الموجود الآن الذي يرفع شعارات اللاشراكة لا شرعية لا تفاوض فيها الآن كل هذه الدوائر من الاحتمالات والشراكات وحتى الأطروحات وصلت إلى حد اللاعودة واللارجوع إذن خيار البرخان في أن التوافق السياسي حتى يتم تسلمه من بعض السلطة أصبح شبه مستحيل إذن ما هي الحلول البديلة؟ طبعا هو الآن التوافق لم يوصد الباب أمام التوافق بشكل كامل لا زالت هناك مبادرات مطروحة في الساحة وحتى بالأمس القريب أعلنت عن مبادرة جديدة هي مبادرة الشيخ الجعلي يعني هذه المبادرات لا بد أن يكون لها قواسم مشتركة تجمع الناس طبعا كل الكيانات الموجودة في هذا السودان تجمعهم هذه الأرض أرض السودان ويجمعهم تاريخ السودان ويجمعهم مستقبل السودان وهذا التعايش المجتمعي السوداني إذا لم تكن هناك مشتركات تجمع هذه الأطراف بالتأكيد سيتظلمس إلى التناحر وستؤدي ذلك إلى فوضى كبيرة جدا وربما إلى اندلاع حروب أهلية وغيره الآن عقلاء الساحة السياسية يتحدثون عن المشتركات لا بد من وضع المشتركات أولا ووضع نقاط الاختلاف حتى يغربوا في وجهة النظر ما بين المبادرات المطروحة أما أن تفرض جهة بعينها أجندة لتستلم السلطة في الظل هذا الوجود الديمقراطي أو الفترة الانتقالية هو أهم غير مقبول يعني الآن الفترة الانتقالية يجب أن لا تسيطر عليها جهة محددة ما أوتيت يعني فلا بد من المشتركات التي تجمع كل الأطراف نعم وهذا هو المأمول الذي ينتظر البرهان وغيره البرهان منذ إجراءات 25 أكتوبر إذا أراد أن يعلن حكومة لا أعلنها في ذلك الوقت هو حتى اليوم لم يستطع أن يعلن حكومة والسبب الرئيسي في إنعدام هذا التوافق نعم طيب حالة الفراغ السياسي وعدم وجود خطاب سياسي موحد وخطاب سياسي يخاطب به كيانات الشعب السوداني وإحتياجاته الحالة دي أدت إلى ظهور بعض التحركات الموازية في أن هناك أيضا مجموعة من الأحزاب بما فيهما الإسلامين يتحركون من أجل الحصول إلى السلطة وهذا ما جاء في واحدة من القطابات أو اللقاءات التي أديرت مع سيد أو دكتور أمين حسن عمر المفكر هو سؤل هل تتوقع عودة الإسلاميين من جديد رد برد إذا كنتم لا تتخوفون من عودة الإسلاميين لما كان هذا في قائمة اعتباراتكم معناه بالخط الموازي هناك حركات تريد الوصول للسلطة من جديد فهل نعود إلى ذات المربع الأول من جديد نعم الحديث عن الإسلاميين هو حديث كثيف في الفترة الماضية وطبعا هم مواطنين سودانيين بالتأكيد وبالتأكيد أن حزب المطار وطن المحلول لديه عضوية في ذلك الوقت كان يتحدثون عنها بالملايين ولكن دائما السياسية التي تمصل السلطة عندما تكون حاكمة يكون درجة التأييد أنزل التأييد عالية بمجرد أن تفقد هذه الأحزاب السلطة يعني تتضاءل العضوية لفقط للمؤمنين بالفترة نعم فالآن الحديث عن أن حزب المؤتمر الوطني لا يشارك هذا حديث مقبول في هذه الفترة باعتبار أنه هو الحزب الحاكم الذي انقلبت عليه الجماهير في أبريل عشرين ضد عشر نعم لكن أن لا يشارك الإسلاميين في جموعهم كلها يعني الحديث عن الإسلاميين بهذا بهذا الإطلاق الجمعي فيه كثير من المغالاة أنه أنت لا بد تحدد هناك كيانات كثيرة جدا من الإسلاميين مختلفة يعني كل هذه الأطراف لا تشارك هذا غير مقبول يعتبر إقصاء سياسي وهو من حقهم المشاركة إذا كان السبب يعني إنهم شاركوا نظام البشير في فترة من الفترات كل الآن الموجودين في الساحة السياسية شاركوا نظام البشير في فترة من الفترات أنا قصدت من السؤال هو قراءة في الوضع السياسي وأيضا غفول الجهات السياسية والأحزاب السياسية والمشاركين الآن من هناك أشياء لم يتم الانتباه إليها وسيكون هناك إشكال في معالجة لاحقا إذا لم يتم الانتباه إليها هو المطلوب من السياسيين الآن بكافة أطيافهم إنه يركز على نقاط الاتفاق لا يركز على نقاط الاختلاف نعم عشان يكون عندنا قائد بتاعت مشتركات إذا فكر السياسيين بهذه الرؤية الموجبة نستطيع أن نصل إلى نتائج إيجابية في الفترة القادمة نعمل ذلك نمضي ثويا إلى الحراك السياسي ولقاء مرتقب بين الشيوعي والحرية والتغيير قال أحمد الجعلي المعتصم أن المبادرة التي طرحها الشيخ محمد حاج حمد الجعلي بعقد لقاء ما بين الحزب الشيوعي السوداني والحرية والتغيير أثمرت على اتفاق بلقاء يعقد في الجامعة الأهلية بأم درمان وقال الجعلي أن الطرفين وافقوا على الجلوس على طويلة الحوار بدون أجندة للوصول إلى اتفاق بين مكونات الثورة السودانية واحتراما وتقديرا للشيخ محمد حمد الجعلي للرمزية الدينية والمواقف السياسية لشيخ كدباس لمساندة الثورة السودانية وأضاف المبادرة أصلا لعقد ملتقى لم الشمل بين مكونات الثورة السودانية الحزب الشيوعي والحرية والتغيير وليس هناك أي طرف ثالث داخل اللقاء إذن هي مبادرة جديدة يخص بها الجلوس مع الحزب الشيوعي والحرية والتغيير وسمي بأن هذه هي كيانات ومكونات الثورة السودانية التي تتمثل في طرفين الشيوعي والحرية والتغيير ما رأيك في هذه المبادرة وهل ستنجح؟ طبعا هي كثرة المبادرات هي واحد من أسباب إضعاف الاتفاق أو الوصول إلى توافق ولكن أيضا لكثرة المبادرات أو لوجود مبادرات مختلفة أيضا دور إيجابي في الساحة السياسية لأنها تحرك راكض الساحة السياسية وتجعل من أطراف عديدة كانت غير مشاركة تقبل بهذه الحركة وبالمشاركة وبإبداء رأيها المحدد أو المعروف كلما كثرت المبادرات كلما كان الطرح المقدم كبير وأنا في تقديري أنه ينبغي أن تكون هناك آليات أو جسم محدد ينظر في كل هذه المبادرات ويجمع نقاط الاتفاق طبعا المبادرة الجديدة التي وطلقت من الشيخ الجعل هي يمكن الجديد فيها مشاركة الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي في الفترة الماضية كان فاعل في الساحة السياسية ولكنه كان رافض لكل المشاركات في المبادرات التي قدمت وطرحت حتى بما فيها المبادرات الدولية الآن دخوله في مبادرة الشيخ الجعل يوسع من دائرة المشاركة بين القطاعات السياسية ويجعل أنه هناك فرصة ليسمع الناس رأي الشيوعيين الآن هناك حديث عنهم الشيوعيين هم الذين يحرقون الشارع هم الذين يسيطرون على لجان المقاومة هم الذين يغبضون على تجمع المهنيين كثير من الأقاويل تتم الآن ووجود هذه المبادرة بمشاركة الشيوعي تجعل أمام الناس فرصة أنه يستمعوا إلى رأي الحزب الشيوعي مباشرة في العزمة السودانية وفي التعقيدات الماثلة هم مبدئيا تم التوافق على الجلوس ولكن الجلوس دون أجندة طبعا هو مبدأ الجلوس في حد ذاته إن الموافق عليه هو خطوة إلى الأمام بعد الجلوس تأتي الأجندة وتأتي الأفكار ويأتي الحوار لكن أن ترفض جملة الجلوس فهذا يعني إنها معادلة سفرية مثل التي يطلقها لجان المقاومة لا تفاوض لا شراك ما الذي تريد أن تفعله أنت قد أغلقت كل الأبواب طيب كي تنجح هذه المبادرة ما الذي لابد أن يحدث هو أنا كما أسلفت ليست هناك مبادرة ستنجح على وجهة تكون واحدة لا يمكن هذه المبادرات يجب منا جميعا نخرج مستركات محددة يتفق عليها الناس لكن ما في مبادرة الآن في الساحة يوجد حول إجماع كامل كل مبادرة لديها معارضين ولديها مؤيدين فإذن الحديث عن أن مبادرة وحدة ستنجح هو مخالف للوقاية إلى أخبار اليوم ترتيبات احترازية لمواجهة جدري القروط أعلنت السلطات الصحية عن إجراءات وترتيبات احترازية لمنع انتشار مرد جدري القروط وقال مدير الإدارة العامة لطوارئ ومكافحة الأوبئة بالصحة محمد التجاني بحسب تعميم صحفي جاء الأربعة أنهم في قمة الجاهزية عبر فرق الاستجابة والكوادر الطبية المدربة بالمستشفيات الحكومية إضافة إلى وجود ترتيبات بمطار الخرطوم بتحويل أي حالة اشتباه قادمة عبر المطار إلى مستشفى إبراهيم مالك التي جهزت فيها الوزارة غرفة لعزل الحالات والاتجاه لتوزيع نشرات صحية لكافة الوحدات الصحية بالولاية وأضافة تلقينا حالتي اشتباه إحدهما لطفل بإحدى مستشفيات الأطفال والثانية من داخل المجتمع عبر الكول سنتر وتحرك التيم لأخذ العينات ونتيجة الفحص ستعرف خلال 48 ساعة وتابعة الحالة الأولى للمرض بالولاية في وضع صحي مستقر بالعزل المنزلي في محلية شرقنبيل بعد أن ظهرت عبر نظام ترصد المرضي بمستشفى رويل كير وبعد أن تم أخذ العين لمعمل استاك بواسطة اتيام الاستجابة جاءت النتيجة مجبة إذن شبح جدري القرود الآن يسيطر على الساحة ونحن لنا تجربة مع الكرونا في الوضع الصحي والجاهزية وكيفية التعامل مع الكوارث الصحية طبعا الغطاع الصحي برغم قلة المعينات ولكن على مستوى مكافعة الوبائيات المختلفة ظل يقدم جهودا كبيرة وخاصة فترة الكورونا على الرغم من الأوضاع التي عيشها السودان والتعقيلات المختلفة لكن السودان وزارة الصحة بالآلية العلية في ذلك الوقت قدمت تجربة مميزة وآتت أكلها الآن بآخر مراحل المكافحة وهي انتشارة تضعيم ضد المرض بشكل كبير نعم بعد ظهور مرض جدري القرود الآن يعني قام جهاز الرقابة والمتابعة ومكافحة الوبائيات أيضا بجهود كبيرة جدا هي الآن ملموسة وبحمد الله ليس هناك حالات متعددة أو كثيرة يعني تشعر الناس بالخوف يعني الحالات المحددة هي حالات محدودة جدا ومحصورة جدا وهي الآن تحت السيطرة الكاملة ونتمنى أن جهاز المكافحة في الغطاع الصحي أنه يستمر في هذا الأداء المميز حتى لا يعني يتوسع أو تتوسع لسابب مرض الجدود نتوقع أن تستفيد الوزارة من سلبيات تجربة الكورونا هي الكورونا لديها سلبيات ولكن كما قلت لك لأنه جهاز مكافحة الوبائيات يعمل في ظروف معقدة وفي ظل إمكانيات شحيحة والآن الذي يقدمه هو أمر حميد وأمر جيد نتمنى لهم التوفيق رياضيا انطلاقة الممتاز في الثاني من أكتوبر عقدة اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعها الدوري رقم 20 بمكاتبها بالمقر الرئيس للاتحاد بالخرطوم 2 برئاسة الأستاذ طارق عاطة صالح نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة وبحضور جميع أعضائها ونظرت في العديد من الأجندة في جدول الأعمال واستعرض اللجنة برمجت مباريات بطولة الدوري الممتاز لموسم 22-23-20 وبعد التداول والنقاش قررت اللجنة التي هي مراسم قرعة الدوري الممتاز يوم السادس والعشرون من سبتمبر وحددت الانطلاق لمباريات الممتاز يوم الثاني من أكتوبر 22-20 كما قررت اللجنة تكليف عدد من أعضائها لزيارة الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة الدوري الممتاز لتأكد من صلاحياتها لاستقبال المباريات وناقشت اللجنة متبقي مباريات كأس العالم لموسم 22 رأيك في تحديد التاريخ موعدا لانطلاق الدوري الممتاز نعم هو إجراء روتيني تقوم به الجهات المسؤولة من النشاط الرياضي انطلاق الدوري الممتاز في أكتوبر هو جاء متزامن لبطولات أفريقية كبيرة ربما تتأثر بعض الأندية الكبيرة المشاركة العام في البطولات الأفريقية بغية الأندية السودانية نتمنى أن تقدم تجربة جيدة في الممتاز وتصعد إلى درجات متقدمة أما الأندية الأخرى المشاركة في البطولات الأفريقية المطلوب منها جهد مضاعف لأن اللاعبية الآن بزلوا جهودا خرافية في هذه المطولات وسيدخل مباشرة على مرحلة الدوري الممتاز في بداية أكتوبر المقبل نعم وعلى خبر آخر هلال الساحل ينتظم في معسكر مكفول بالخرطوم وأيضا هناك رؤية ولا بد أن نتوقف عند هذا الخبر في تأهيل دور الساحل للدور الأول لبطولات الكنفدرالية الأفريقية نعم هلال الساحل هو من ضمن الأندية التي شاركت في البطولات الأفريقية يعني شارك مع فريقاء الغمة الهلال والمريخ واستطاع أن يحقق نتائج جيدة وتقدم إلى المستوى الثاني طبعا هلال الساحل عندما ننظر إليه لا ننظر إليه بمستوى فريقاء الغمة الهلال والمريخ الهلال والمريخ لديهم قائدة بإمكانات جيدة ويستطيعوا أن يستجلبوا لعيبة من المحترفين ويستطيعوا أن يصرفوا أموال طائلة والآن الرياضة هي صرف أموال نتمنى أنه الهلال الساحل يجد الدعم من الاتحادات ومن الدولة ويقف إلى جانبه خاصة أنه يحقق نتيجة ممتازة خلال مشاركته في الكنفدرالية نعم أستاذ بخاري بشير سعدنا بهذا اللقاء شكرا لجميل الاستضافة شكرا جزيلا لك وشكرا للمشاهدة الكريم شكرا جزيلا سادتي الأحباب كانت هذه هي أهم ما جاء في صحفة الخرطوم الصدر هذا الصباح سياسيا واقتصاديا ورياضيا نلتقي بالتأكيد في مساحات أخرى عبر قناة البلد الفضائية تحياتي إلى اللقاء شكرا للمشاهدة